شغالة فيها على طول. على نار هادية. وبجلب باستمرار. علشان ما تاخدش لون من ناحية وناحية. اه لا. طبعا مش لازم طاسة تيفال. آآ اي طاسة عندك الامونيوم تنفع. بس بهدي النار وبجلب باستمرار وبفرقها كده علشان تفك من بعض وتكون مفرولة معايا. لحد ما تاخد كلها اللون الدهب الحلو ده معايا وده اول سر من اسرار جرمش الكنافة. ان انا بعد ما تاخد اللون ده الدهب وتتحمس كويس. هبتدي ان انا اضيف ليها معلاجتين من السكر البدرة. طبعا ما ينفعش ان انا اضيف السكر في بداية تحمير الكنافة كانت هتاخد مني لون بسرعة. وكانت هتبقى طرية من جوة فكانت هتترى معاك في الوصفة مش هتبقى مجرمشة ابدا لكن اضافة